أهلا بكم حققت لاعبتها المنتخب الوطني للتايكويندو حل ملكاوي ويارا ياسين الميداليتين الذهبية والبرونزية في منافسات الناشئين لبطولة الفجيرة الدولية للتايكويندو حصدت ملكاوي الميدالية الذهبية لوزن تحت 55 كيلو جرام بعد فوزها في ثلاثة نزالات متتالية بتغلبها على لاعبة إماراتية ولاعبتين من كزاخستان فيما نال تيارا ياسين لبرونزية لوزن تحت 52 كيلو جرام بعد فوزها في مباراتها الافتتاحية على لاعبة من كزاخستان قبل أن تخسر أمام لاعبة مصرية في الدوري نصف النهائي هذا وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة ضمن تحضيراته لبطولة آسيا ومن ثم المشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد توكيو 2020 أعلن نادي الصلط لكرة القدم عن تعاقده مع المدافع الدولي محمد مصطفى قادما من الجزيرة ليمثل الفريق في الموسم الكروي الحالي وجاء تعاقد الصلط مع مصطفى بعد يوم من فسخ عقده مع الجزيرة بعد خلاف على شارة قائد الفريق يذكر أن مصطفى قد لعب الموسم الماضي مع شباب الأردن كما سبق له تمثيل فريقي الوحدات والجزيرة بالإضافة إلى ما يمتلكه من خبرة دولية مع المنتخب الوطني عزز بروسيا دورتموند صفوفه بتعاقده مع الألماني أمري تشان على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس الإيطالي في الساعة الأخيرة لفترة الانتقالات الشتوية وجاء تعاقد دورتموند مع أمري بهدف تعزيز خط الوسط للفريق تعويضا لرحيل مواطنه جوليان بيغل الذي انتقل إلى بنفك البرتغالي في بداية المركات الشتوي من جانبه أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أن تكلفة الإعارة بلغت مليون يورو فقط بينما سيدفع دورتموند 25 مليون يورو حال تفعيله لبند خيار الشرع نجحت الأمريكية الصاعدة سوفيا كانن بإحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها في النهاء على الإسبانية غربيني موغوروزا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة وبدأت الإسبانية لقاء بقوة بكسر إرسال كانن مبكرا لتحسم المجموعة الأولى لصالحها بواقع 6 أربعة وعادت كانن في المجموعة الثانية لتحسمها بعد أن كسرت إرسال منافستها في شوطين لتنتهي المجموعة الثانية بواقع 6 أثنين ووصلت الأمريكية تألقها في الشوط الثالث بعد تراجعا واضح لأداء الإسبانية غربيني لتنهي كانن الشوط الثالث بواقع 6 أثنين وتحرز الأمريكية بذلك أول ألقابها في مسيرتها الاحترافية ببطولات لغراند سلام تغلب فريق بورتلاند ترايل بليزرز على نظره لوس أنجلس ليكرز بنتيجة 127 نقطة مقابل 119 نقطة ضمن منافسات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وشهدت بداية اللقاء ندية كبيرة بين الطرفين اتمكن بليزرز من حسم الربع الأول بواقع 38 نقطة ل36 نقطة وفي الربع الثاني عاد ليكرز إلى اللقاء منهيا إياه بواقع 26 نقطة ل22 وفي الربعين الأخيرين قلب ترايلرز الطاولة على ليكرز محكما سيطرته على اللقاء ويحقق الفوز